السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مطبخ نسيسة الامريم اليوم سنقدم لكم مرفيسة مغربية 100% بالجاج بالديكة جيدة جيدة نخليكم على المقادر بالنسبة للمقادر نحتاج هنا كيلون ست البصلة القطعتها على الطول بهذا الشكل هذا لدينا البصلة البيضة الجزوينة 150 غرام العدس رطبتها كاملة من قبل ترطبها لكي لا يطلق الزرقية التي ترطبها حسن كمية الحلبة كل واحد وقياسها قياسها 4 مخلط لا تنسى البلدية وزيترومية لدينا البلدية قصبر المعدنوس اللي انا عاقدة هم كيف تشوفوا سيطلق الماداق دياله ونحيده لدي معلقة كبيرة السمن لدي هنا كركوبة ديالتومة وعندي واحد ثلاثة دروس صغار سوف نقطعهم وذي رمعها بحل هكا لدي الزحفران شعرة وخلطة معادة بالنسبة للتسوابين سوف نحتاجه البزار سكينج بير لدي هنا المساخن خرقه معرق وعندي راس الحانونس سيطلق منها واحدة مالقة صغيرة وعندي هنا جوج ديالتجاجات عندي واحدة بلدية واحدة عرمية كيف تشوفوا ونخلطهم بجوج وعندي نحتاجه من السمن ديالنا لان عاجناها من قبل نصف كيلو ديال بيض الفورس نصف كيلو ديال القمح والملحة ودرت فيه شوية شعراء وخلطته معا عجنته بالماء ونصف كثير وخلطهم به ونصف كثير ونحن نطيف لدينا مياه كثير ونزل طريقة ونشرح من الجهج ونقوم بلدية ونقوم بجميع تفاعد ونقوم بطريقة نضيف المرط نضيف المرط نضيف المرط نضيف المرط سوف نخلط الزيت سوف نحاول نشمل شاشة شعنا جيدة ندهنه من هنا لكي تخليها العطرية نحاول ندهنها كاملة جيدة ندهنها كاملة جيدة ندخلها العطرية جيدة شكرا نزيل عبارة نتجعلها لانه من نادي بذلك نتجعلها نزيل عبارة حسنا نكامل ثم نضيف قنجرة نضيف كمية نضيف السوابين نضيف رسل المص نضيف المساخ نضيف المصور نضيف المصور المصور نضيف الصفران سوف نقوم بسفران ونقوم بسفران ونقوم بسفران نزل المصر نضيف النظام نظيف السفر ونقوم بسفران الضعر سوف نضيف سوف نقوم بإضافة الهتومة سوف نقوم بإضافة الهتومة نقوم بإضافة الهتومة سوف نقوم بإضافة الهتومة نقوم بإضافة الهتومة سوف نقوم بإضافة الهتومة كما نعرف أن هناك حساج المعرق بخصف سوف نقوم بإضافة الهتومة نضيف ملحمة سوف نقوم بإضافة الهتومة سوف نقوم بإضافة الملحم سوف نستطيعها ونجعلها رخيسة طيبة ونطلقها من بعد نضوزه حتى نطيب السمن سوف نستطيعها ارتاحا جيدا سوف نستطيعها مباشرة سوف نستطيعها حتى نطلقها سوف نصملها فانراكسة بالطريقة ونستطيعها فإنما تسمى رفيدا لا يسمى تريد فانراكسة ونستطيعها وجدها من المستطيع من المستطيع هذا يسمى التريت يجب أن يكون يرقيه يرقيه ويجب أن يكون الشارب يجب أن يكون يرقيق بهذه الطريقة يستطيع أن نضع أخر فأنا أفضل هذه الطريقة سوف نجعلها تتحمر كمية سوف نكمل كمية كاملة سوف نكمل كمية كاملة نعم بقيمة ورقبة سوف نتمع من المفيد فما نتمع من الحفظ سوف نتمع من المفيد سوف نتمع من الجشن سوف نكون الهشن سوف نحضر الائس سوف نتمع من الجشن سوف نقوم كنا نقوم بها سوف نكمل من نصف طريقه سوف نكمل تريد كامل بالنسبة للحلبة كي لا يأكلها فأنا ندرسها تسلق بوحدها سوف نقوم بتطيف الماء وهذا الماء سوف نزيده في الطنجرة ساعي لكي تطيني الحلبة لكي نسمي المعرق الحلبة سوف نطيبها بوحدها سوف نكمل كل شيء سوف نسمي المعرق ساعي كي تطيني الشكل سوف نقوم بإمكانكم ملعق حسنا نصف طريقه رفيسة ساعي وجدات نسمي عف بلاصوس طاقت سوف نسخيه و نسميه ورغب جانبه نضيفه بالنسبة لهذا الرباء يجب هل نضيفه نضيفه كيف تشاهده كيف تشاهده هنا هناك ساعة والده نضيفه بيت السمان نضيفه بيده و نضيفه و نضيفه و نضيفه قليته و نضيفه و نضيفه و نضيفه و كيف تشوفوا معي هذا هو الشكل نهائر في صديتي كيف تجي انا أزينتها ببيت سمان واللوز مقلي و الحلبان الضوز مقلي و الحلبان و نتمنى الوصفة على اليوماتنا و اذا اعجبتكم اضغطوا على ايك و نضيفه و نضيفه القناة بجد ما توصلوا للجديد